اختمت الورشة التراثية والوثائقية والتدريبية لبناء القدرات لدى الأخصائيين العاملين في مؤسسات التراث الوثائقي في المنطقة العربية والتي استمرت لأربعة أيام نعم محمد واستضافت مؤسسة عبد الحميل شومان في عمان الأردن الورشة التدريبية التي حضارها العديد من المشاركين من بعض الدول العربية حيث بلغ عددهم 18 أخصائيا في مجال التراث الوثائقي عزاء المشاهدين لمزيد من المعلومات دعونا نتابع هذا التقرير التالي اختتمت الورشة التدريبية بعمان الأردن والتي حملت عنوان إدارة مجموعات المقدنيات وطرق التوثيق والتعرف على أفضل ممارسات في مجال توثيق المواد التراثية بما يحافظ على سلامتها وحمايتها وتهدف هذه الورشة إلى حماية التراث الوثاقي العربي العريق وحماية تاريخ المنطقة العربية وهويتها عن طريق تحديد الاحتياجات والتحديات وتوفير فرص بين القدرات وتعزيز تبادل المعرفة والمعلومات في هذا المجال وجدير بالذكر وفي ذاك السياق إنه من المقرر إقام دورة تدريبية عملية أخرى في تونس خلال شهر إبريل المقبل بالشراكة مع المركز الدولي لدراثة صون وترميم الممتلكات الثقافية وستركز هذه الدورة التدريب على الحفظ الوقائي والإجراءات الأولية لحماية التراث الوثاقي المهدد بالخطر اشتركوا في القناة